تفقد خالد العناني وزير وسيحة والأثار متحف شرم الشيخ للأثار المصرية ضمن زيارته للمدينة لمعينة تطبيق المنشآت السياحية لضوابط ومعايير السلامة والوقاية التي حددتها الوزارة يذكر أن متحف شرم الشيخ الدولي يضم حتى الآن أكثر من خمسة ألاف قطعة أثرية لعصور مصر المختلفة من بينها قطع حديثة الاكتشاف تعرض للمرة الأولى هذا ومن المقرر افتتاحه خلال شهرين